بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساك بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجمع فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتدرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجمع فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمط ثم ذهب إلى أهله يتمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخرق فسوا فجعل منه الزوجين الزكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا أيحسب الإنسان ليخجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتدرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يهنا ثم كان علقة فخرق فسوا فجمع فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخرق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذلون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخرق فسوا فجمع فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجمع فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتخفة الساك بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يهنى ثم كان علقة فخرق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليخجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنا ثم كان علقة فخرق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب الإنسان ليخجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساك بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطا أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقة فخرق فسوا فجعل منه الزوجين الزكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساك بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبعه رؤانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمط أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذلون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنى ثم كان علقة فخرق فسوا فجمع فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة أيحسب الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساك بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يهنا ثم كان علقة فخرق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا أيحسب الإنسان ليخجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبع كرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساك بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يهنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهيي الموتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا أيحسب الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو أنقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وكرآنه فإذا قرأناه فاتبعه رؤانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة يدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراطي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطا أولى لك فأولى ثم أولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يهنا ثم كان علقة فخرق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم